بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن جديد معكم أخوكم علي الزاير اليوم راح نتكلم عن بقية العناصر الموجودة في قائمة الـ Event وهنا عندي Insert Instrument Part لاحظ هنا Control-B فهذه الحالة لما أضغط Control-B راح يضيف لي Instrument Part هذه اسمها لما تضغط عليها Double Click تقدر تجي هنا وتقدر ترسم نوتاتك اللي تبغاها وهنا تفاصيل كثيرة إن شاء الله راح نتكلم عنها لما نوصل إلى Edit Area هادي ونتكلم عن تفاصيلها هادي بالنسبة ل Insert Instrument Part هنا برضو Insert Pattern الباترن هادي حق الإيقاع أو اللوب ممكن أنك أنت تعمل اللوب حقك أو الـ Arpegiators وهكذا بالنسبة له هنا تقدر تعمل الـ Arpegiator لاحظ هنا علامة الكيبورد وهنا الباترن نفسه بالطريقة هادي طريقة المربعات مباشرة بالشكل هذا يعني هي خيارات وإن شاء الله راح نتكلم عنها بالتفاصيلها في مقاطحها المخصصة لها هذا بالنسبة للإضافات اللي ممكن أن تضيفها من خلال الاختصارات هنا Convert Pattern to Part لما أجي أنا وبرضو أضيف الباترن هادي اللي ضفناها من شوية Insert Pattern لما أعمل هنا الأشياء اللي تبعي بالطريقة هادي وأرسم رسمتي الـ Arpegiators وكذا فأبغى أنقل هادي إلى MIDI نوت فلما أجي هنا وأضغط أقول له Convert Pattern to Part لاحظ صارت بشكل النوتات الاعتيادية بالأول كانت بشكل البتن والآن بالطريقة اللي عملناها صارت بشكل النوتات الاعتيادية لما نجي هنا إلى Extract to Chord Track هنا عنده خاصية الكورد تراك بحيث أنك هذه الكوردات لاحظ النوتات الثلاث اللي موجودة هذه هذه تعتبر كوردات فهو عنده إمكانية أن يطلع لك الكوردات هذه ومسمياتها لما تضغط هنا تقول Extract to Chord Track لاحظ فهو طلع لك الكوردات اللي موجودة هذه فبرضو عنده الإمكانية ممكن تقوم بعملياتك المتعلقة بالكوردات وهذه راح تكون في مقاطع متخصصة لها نجي هنا إلى Detect Key Signature لاحظ هنا شباب العلامة هذه الـ F هذا الـ Key Signature أو الـ Route اللي هو الآن عليه الـ F شارب لما أنت تغير بالطريقة هذه لاحظ هنا أنت بدلت السلم حقيقة لأن الكوردات هذه واقعة الآن في السلم ثاني فممكن أنت ما تدري شنه هذا السلم اللي قاعد تشتغل عليه فبرضو تيجي وتقول له لاحظ هنا ركز على F شارب هذي تيجي هنا وتقول له Detect Signature أو Detect Key Signature فلاحظ عدلك السلم اللي أنت غيرت إله لاحظ لما نرجع برضو نغيرها في مكان ثاني ونجي نقول له Detect Key Signature فلاحظ الآن السلم عندي C Major ولما ترجع برضو وتقول له Extract the Chord لاحظ هذي الكوردات المتعلقة بسلم C Major فالمسألة واضحة Explode Pitch to Track هذي النوتات لما تشتغل على الإيقاعات وتكون نوتات كيلها في Track 1 وتبغى تفصلها تخلي مثلا الكيك لحال السنير لحال الهاتس لحال كل واحد في إنسترومنت لحاله علشان تتحكم فيها أكثر فتجي هنا وتضغط Explode Pitch to Track فلاحظ الآن فصل النوتات كلها في Track منفصلة فبهذه الطريقة ممكن أنك ترجع تسميه Track على حسب نوع الآلة وهذه أكثر شيء مفيدة في تحويل اللوب الإيقاع إلى إتراكات إنسترومنت منفصلة نجي هنا Remove Part Automation هنا شباب بالنسبة لل Part Automation لما يكون عندك في Part هذه أي Automation موجود Envelope Automation سوف أختار Frequency بالشكل هذا لاحظ تجي هنا ونختار القلم ونرسم Automation فهذا Automation اللي موجود في Part لاحظ هذه Part وهذا Automation اللي موجود فيها لو حبيت تعمل Remove فبالطريقة هذي راح تعمله Remove Render Instrument To Track علشان نشرحها نحتاج نضيف شغلة اسمها Node Effects يعني الأمور اللي تعمل بها RPG احظ هنا مثلا لما يكون في Button بالشكل هذا هذا البترن علشان تحوله إلى Midi Data هنا ممكن يعني مبدئيا تختار Part يجي هنا ونقل Control فأنا أعطاني هنا Part أعمل نوتا بالشكل هذا علشان يمشي معي لاحظ الآن يمشي معي ولكن هذه نوتا واحدة فقط إذا كنت أبغى أحول هذا إلى نوتات متنوعة فهذه الفكرة اللي هنا موجودة في render Instrument To Track لاحظ الآن حولهم إلى Instrument To Track يعني حول هذا الbutton إلى شكله هنا ولما يعني أرجع أغير في Velocity عشان نشوف المسألة بوضوح أكثر نزيدهم برضو بشكل هذا وارجع أقول render لاحظ الشيء اللي أنا سويت هنا برضو موجود هنا والقطاع صيرة تماما مثل القطاع اللي عملته بالطريقة هذه يعني هي الفكرة منها وكيد شباف في وقت التفاصيل لما ندخل في Instrument والMidi في التفاصيل رح نتكلم عنها الأولى لما يكون عندي Duplicate الDuplicate هذا واش نوع الDuplicate هل هو Shared Copy ولا Duplicate عادي لاحظ هنا نتكلم لما قلنا Duplicate Shared بالشكل هذا وشفنا علامة الGhost هذي علشان أفصل هذي وانا شرحت في المقاطع هنا راح أقول remove بالشكل هذا نحدد الجزء اللي أبغى هذا الجزء اللي أبغى أعمل separate بشكل هذا علشان يصير خلاص تقدر تتحكم فيهم بشكل منفصل واشنا تكلمنا عنها في المقاطع السابقة هذا كل شي بنسمى المقطع اليوم تحياتي اليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته